موسيقى نظمت جامعة تنطى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلتين لتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية للأهلي في قرى بمركزي بسيون وسمنود وشهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي على 2240 حالة من خلال 16 عيادة في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان وتحويل 214 حالة إلى مستشفيات تنطى الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شهدت إجراء اختبارات محو الأمية لأكثر من 100 مواطن كما أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في جنوب مدينة دمياط الجديدة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقفية بالإضافة إلى صيدرية لصرف العلاج بالمجان وأيضا تقديم 150 نوع من الأدوية دمياط الجديدة من ضمن الأماكن التي نستهدفها في القوافل العلاجية لأن القافلة هنا مقاومة في منطقة الستين والسبعين فبالتالي من ضمن الأماكن التي نستهدفها القافلة فيها النهاردة 12 عادة تخصصية كل عيادة موجودة فيها فريق على أعلى مستوى من الأطباء والإداريين والفنيين والتمريض والسيادلة وكل الخدمات المعاونة متوفرة برضو في القافلة بالإضافة للقافلة متوفرة معنا خدمات أخرى زي مثلاً خدمة الأشعة موجود معنا أشعة عادية وأشعة صنار برضو مع وجود في القفلة معمل متكامل فيه أكتر من 40 تحليل بيغطوا التحليلات المطلوبة في القفلة كشفت أسنال وصرفت العلاق بدون مدفع جنيه واحد جيت وفعلاً قطعت التذكرة من غير أي فلوس خالص والقفلة فيها دكاترة كويسة جداً وبيكشفوا رمض وجلدية وعظام وأطفال وبطنة وأنف وأذن وتصراحة خدمة كويسة جداً